وده الهدف على فكرة وكلنا مرينا بهذا الفكر وكلنا مرينا باللخبطة لأن كل حد فينا عنده جوز أكيد مشوه في التربية اللي هو تراب فيها ده حاجة عادية جدا لأن إحنا برضو بشر وبنغلط وبنخطأ فأنت عادي أن إنت تشعر بدأت تعلم فلتر ده مع بعض صحي كده دكتور مظبوط كده في ناس يعني يقول أنت العبرات دي متفق مع هالأني درجة أنه البرود الجنسي ده فضيل ده بالذات في الناس دخل على الجواز وبيبقى خب يعني نتجة من فكرة قبلها أنه الرغبة الجنسية دي وحش أنا مش بقدر أسيطر عليه فيعني يريت يا ربي يعني تخدها مني يعني يريتني محسش بقى أي فكرة ولا أي شعور لأن رب بدا مش عايزنا نستمتع وكأنه أنا كمان مش فاهم فكرة اللي هو حاطتها جوايا ليه وبرضو تصدر لنا أنه الطهارة والعفق هي كده هو واحد طاهر ونقي وكده وإنت اللي بتجيلك الفكرة دي أنت شرير وكأنها مش جهاد يعني حتى أفلام القدسين بناخد المنظر من برة مش المسيرة والرحلة والتدريبات اللي هو مش فيها علشان يوصل لده حقيقي ففكرة أنه يعني يريت بقى ما نحسش خالص وكأنه نلغيها من كيانة أنه ده معنى الحقيقي للعفف أيها وده معنى مغلوط بالزبط وكأنه العففة أنه شخص لا يستصار ولا يوصار ولا بتجي له فكرة ولا أي حاجة مش العكس أنه ممكن يصار ويستصار ويأجل ويسمو ويحول ويوجه ويضبط أي ده يعني أنا منساش بنت من البنات حبيبتي في مجتمع من المجتمعات الغربية يعني كان عليها ضغط جامد قوي في المدرسة وبأنه أنت شزة أنت مش طبيعية أنه إزاي ملكيش بوي فريند وملكيش علاقات فالبنت ربنا تدها حكمة جبيرة أوي رغم أنها كانت بتضغط جدا قطلهم على فكرة ما أسهل أن أنا أعمل زيكم أن أنا أعمل زيكم ده سهل جدا ده مش محتاج مجهود على فكرة الطيور والحيوانات وكله الفعل الجنسي ده ما أسهل ما يكون لكن الصعب أن أنتو اللي تعملوا زي أن أنا أقدر عندي رغبة وعندي اشتياق لده وعندي فضول لكن أنا بقدر أجله أوجهه ببزل كل الجهد لده فمين هيبقى أقوى اللي بيقدر عجبتني جدا جدا البنتي دي الحقيقة فإنه دي فكرة من الأفكار من الأفكار إنه الأكثر قداسة اللي بيتجنب بالاستمتاع بالجنس في الجواز دي فكرة حقيقة أنا سمعتها من ناس متزوجة وكمان هنستمتع في الجواز وكمان عايزانا نسمع محاضرة ولا نقرأ كتاب ولا نروح نعمل جلسات علشان نحسن الجنس في الجواز لأنه لما نفرح بعض ولما نستمتع إيه ده ده إيه اللي أنتو بتقولوه ده عيب عيب آه بيتقال كده فيها آه فيعني الأكثر قداسة اللي يعني ما بيمارسش الجنس في الجواز ما يستمتعش أو بيمتنع أو ما يستمتع يعني من وراء ظهر رب أنا هو مخبي وشه كده وبنعمل مهم قوي بيخبي وشه ده في بعض الأقويل ومازالت موجودة ما حطش سور قدسين في قودة النوم وملبس صليب أو ما آه حقيقي فإحنا بنقول وهنقول يعني إحنا لسه هنقول إحنا يدوب بالفلتر آه لكن هنقول إنه من وجهة نظر الله كتاب المقدس والأباء مش من عندياتنا والعلم هنقول وندي يا رب يكون راحة راحة للأفكار دي بس قبل ما لازم تظهر لكل ما يظهر للنور فهو نور حقيقي الروحيون لا يهتمون بالعلاقة الحميمة في الجوائز آه حقيقي يا دكتور فعلا فكرة دي فكرة عن دقامات آه حقيقي موجود وبيبص للزوجة أنت ضعيفة آه أو العكس الزوجة عندها كبرياء روحي وهنشوف رأي أباء كينيسة كبرياء روحي آه يعني تعبير هام جدا تجبر شوية يعني مش كده يعني تعبير مهمة أو كبرياء روحي هنشوف قديسة يوحنة زابيل فم أي الكلام لمثل هذا الزوج ولمثل هذه الزوجة ويعني ما نساش من خبرتي الشخصية مع أم روحية ربنا يناح روحة كان أبا اعترافها أبونا الخيل إبراهيم المتنيح وإزاي أن هو راجع شماس كان معاه بيختم كل يوم بيروح مع المناولة كل يوم وسألوا قال له إيه أخبار الجماعة قال له بخير وبيبوسوا إديك يا أبونا وقال له أنت كل يوم جاهز للتناول يعني أبونا حاب يقرب بكل كده قداسة قال له أبونا هي مبسوطة وفرحانة ودي بركة قال له لا مفيش حل ولا بركة هو هتنزل معي يومين ثلاثة أو كذا والبيت قد كده الرؤية الروحية النقية المعتدلة مش إنه الروحيون متسامين عن هذي وبالذات في الجواز في الجواز أنا يعني خلص أنا عايز عايش كده ما أتجوز يعني أنا حر في تقصي الروحي لكن مفردوش على آخر إلا باتفاق زي ما هنشوف دلوقت فإننا يبقى عندي هذا المبدأ هذه الفكرة وأنا متعذب ومعذب شريك حياتي وإنه العلاقة الحميمة بنتحرق إحنا الاتنين فدي فكرة من الأفكار اللي بتصارع كتير قوي الجنس خدمة إيلة الزوجة بتقدمها للزوج تصور فكرة عند إيناس زوجات كتير بيفكروا كده حقيقة سيدات كتير وبنات كتير وبنات كتير مش بتتجوز نتيجة ده إنه يعني هو عايز كده بس أو الزوجة الفكرة وكأنه هي ما تستمتعش وإنه مش ليها كأنه مش ليها دي هو بس وحتى الآيات اللي بنتدولها افرح بامرأة شباب وكأنه مفيش حاجة إيه ده هي الست يعني لو فرحت تبقى مش مؤدبة حتى كتير في الجواز اللي هو ما أنا ما أقدرش أبادر ما أنا ما أقدرش أقوله إن أنا مبسط ما أنا ما أقدرش لإنه هيقول علي إيه أنا مش متربية أنا مش مؤدبة أنا أو ففي حاجات منعانة من إنه نقول فعلا الجنس مبهج ومفرح ومقدر فإبليس بقى يلاقي مجال إنه يحط بقى كل التشوهات الزيادة اللي من عنده الجنس إهانة للمرأة أو في ستات كتير بتشوف نفسها هكذا ربما ارتباط بخبرة ربما الجواز في يعني أثر الميديا برضو وأثر الميديا أيوة أيوة وربما الخبرات يعني قلة الخبرة قلة الخبرة زوج قليل الخبرة ما أراش كتاب ما قالش أنا محتاج مساعدة في التوجهات النفسية فبيبقى عنيف لأنه يعني إحنا حطين برضو الرجالة والولاد يعني طبيق أو نطبي لو ما حصلش أنت تصنف أيوة فدي فبيتطر إن اللي بقى أي معنى هو بس بالصبت بيتطر بعنف بيتطر بقى بطرق بيتعلمها مش عارفة من مين ما تعلمناش التواصل ممكن مرات هنبقى حلقات عن الجنس في الجواز مخصوص أو يريد ناس تانية تقولك الجنس غريزة غريزة زي الأكل والشرب إيه ما ده يعني أنا بسأل كل حد بيسمعي إيه ما ده موافقتك على العبارة دي لأن دي عبارة شائعة جدا ونرفعها كده غريزة هالغريزة كلمة غريزة دي صح وفعلا زي الأكل والشرب يعني حتى الأكل حتى الأكل اللي هو بنقول غريزة يعني يعني كل ما بنسمو أكتر كل ما بنعيش إنسانيتنا أكتر بتلاقيني باكل لو لو أشهى أكل باكله الواحدي بقول أنا اللقمة دي ما حلية ليش عشان مش معي بنتي مش معي جوزي مش معي حد بحبه تيجي نشرب حاجة مع بعض تيجي ناكل حاجة مع بعض حتى الأكل اللي هو إشباع الاحتياج طبيعي آه فما بالك الجنس آه هو احتياج بس يعني مع آخر فإنه غريزة كالأكل والشرب وده احتياج ولازم يتلبها ومحدش يعتارد بقى آه بس لأ ليه طريقة ليه اسلوب وبنقدر بنعلم أطفالنا الصغيرين حتى في الأكل له احتياج حبيبي ولسه مش عارف يأجله ويدبوته إنه إمتى ناكل ولما ناكل ناكل إزاي ناكل البقين إزاي ياه هو الأكل بنتعلم الاتيكيت والبروتوكول بتاعه ولما نيجي نتكلم في الجنس لأ ده احتياج بقى وما تعطلونيش بقى فالجمل وجمل تانية غيرها كتير إحنا محتاجين نرجعها جدا 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 يعني كده دي فلترة الأفكار والمشاعر المختلفة في حاجات تانية دكتور تحب تقوليها لنا من جونا كده يعني قلت لنا الحاجات من جونا الحقيقة فكريني لو أنت فاكرة هي دي بعض من كل من حاجات كتير قوي فأنا بشجعكم نقرأ كتب نسمع موضوعات كتير نطلب جلسة مشهورة عند حد متخصص مشهورة أسرية أو يعني عشان نقدر نلحق روحنا علشان إحنا كده فيتنا فيتنا كتير من البهجة ومن الفرح وكمان هنبقى عرضة لأنه إبليس بقى يبقى كأطفال محمولين بكل ريح ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر